صاحب السعادة زي ما بيطلق عليه أو الهرم الرابع يعني كتير مننا لما بيسافر برا مصر في بعض الدول العربية وتحديدا المغرب مثلا وشمال أفريقيا تلاقي صورة الزعيم عادل إمام محطوطة في المحلات ومتعلقة ودايما الناس يعني بتفتكر إفهات عادل إمام وتخودها كدعابة بينها وبين بعضها إلى جانب بقى على السوشيال ميديا كانت ريند مبارح طبعا الزعيم الفن العربي والبسمة الحريف عادل إمام اللعب مع الخسران الغريب بقى أنه كل الفئات العمرية فيش حد ما بيحبش عادل إمام حاجة كده زي إسماعيل ياسين برضو يعني فيش حد ما بيحبش إسماعيل ياسين تلاقي الفيلم شغال وانت تحفظه وعرفه ومتابعه من سنين فاتت قاعد تتفرج عليه ومبسوط حتى الدراما اللي قدمها لنا عادل إمام فيه السنوات الأخيرة كلنا بنعشقها وكلنا بنعود نتابعها بسعادة وفرحة لأنه مجرد رؤيته فقط تحس كده بأن انت مبسوط وأن انت مقبل على الحياة يعني ده من غير حتى ما يقول لاي فيه ومن غير ما يكون في حواره لأي حاجة فعلا هو رمز الابتسامة يعني الصفية مجرد فعلا أن احنا نشوفه طبعا بنقوله كل سنة هو طيب فريق العمل كله بيقول لزعيم عادل إمام كل سنة ومتطيب النهاردة وبيحتفل في سبعتاشر خمسة طبعا بعيد ميلاده الاربعة وتمانين ربنا يديه صحة هو من مؤوليد سبعتاشر مايو الف تسعمية واربعين وبدأ مسرته في عالم الفن لما كان طالب والتحق بفرقة التلفزيون المصرحية سنة 1962 مقوبته بزغت رغم حصوله على أدوار صغيرة في البداية زي مثلا مصرحية أنا وهو وهي ده كانت سنة 1962 ودور الدسوية فاندي يعني الكل بيفتكره وبيفتكر الإفهات بلد شهادات طبعا بلد شهادات والبنطلون القسير ومشيته والتربوش اللي كان مكسر يعني كله على بعضه كده كراكتر يخليك أول ما يدخل على المصرح وده اللي كان بيحصل يعني أول ما يدخل على المصرح هذا الإمام المصرح كله دحك يعني صحيح وده اللي كان بيخليه فعلا الكل يتنبأ له بالمستقبل ده أنه هو عنده حضور رغم الأدوار الصغيرة جدا اللي كان بيأخدها أو الأدوار اللي بدأ بيها وده كان طبعا مع نجم الراحل فؤاد المهندس اللي تنبأ لي بموهبته اللي هو طبعا يعني نقدر نقول مش اكتشفها ولكن فعلا هو بزغ نجمه لأ فعلا نكتشف عاد الإمام لأنه كان فيه 90 واحد متقدمين للدور ده وفؤاد المهندس الأستاذ فؤاد المهندس وافق على عاد الإمام تحديدا وشاف فيه أنه هو يعني نجم وميز ويمكن عاد الإمام كمان خد الحكاية دي من الأستاذ فؤاد المهندس وبقى دايما على مدار تاريخه لازم يكون معاه شباب صغيرين بيساعدهم منهم يظهروا وشوفنا ده عدد من أفلام كتير لعاد الإمام زي علاء ولي الدين محمد هنيدي نيلي كريم أسماء كتير اشتغلت مع عاد الإمام وهي كان لسه يعني صغيرة في السنة بس هو اتعلم ده من أستاذ وفؤاد المهندس عدد أفلام عاد الإمام 126 فيلم والمسلسلات 16 مسلسل بينهم يعني كمان عندنا 11 مسرحية لعاد الإمام لكن مسلسل إذاعي واحد مع عبد الحليم حافظ ونجلاء فتحي اسمه أرجوك لا تفهمني بسرعة ده تقريبا كان سنة 73 ودقت شهرة عاد الإمام من خلال الأفلام الحقيقة يعني كانت بتجمعه بشدية وصلاح ذو الفقار زي كرامة مراتي مراتي مدير عام الأفلام دي بدأ ياخد فيها أدوار صغيرة لكن كانت أدوار بطولة بجانب بطالين كبار زي شدية وصلاح ذو الفقار كمان بعد كده بقى بدأ يكون عنده يعني أفلام من بطولته ويمكن أشهر الأفلام اللي برضو كلنا بنبتسم معاها البحث عن فضيحة وما تعملش زي صاحبي فلان الفلاني اللي كان ما سكهله وسامير صبري واحد صاحبي أتعرفه واحد صاحبي أتعرفه يعني الضرب اللي كان بياخده في الفيلم ده كان صعب جدا يعني كمان فيلم عن طرر شيل سيفو مع نورة والبحث عن المتاعب مع محمود الميليجي ونهد شريف وصفاء أبو سعود وبالتأكيد الأفلام الرائعة دي اللي يعني قدم فيها الكوميديا الممزوجة بالرومانسية أحيانا لكن بعد كده اتجه عادل إمام للطابع السياسي وأداء ببراعة فائقة الحقيقة من أول فيلم احنا بتوع الأوتوبيس واللي بيعتبر من أهم الأفلام السينمائية المصرية اللي تطرق لأمور زي طابع سياسي حاد كمان فيلم رجب فوق صفيح سيخن مع سعيد صالح ونهد شريف سنة 79 بعد كده في فترة التمانينات من القرن الماضي سيطر الزعيم عادل إمام على منافذ التذاكر المصرية بلا منافس يعني كان يتعرف أن فيلم عادل إمام نازل خلاص السينمات محجوزة كلها وشارك بشخصيات كومودية جسد فيها دور المصري بمختلف مرحله ومستوياته واللي يعني وجد ترحيب من النقاط في عدد من الأفلام كمان في التسعينيات أفلام عادل إمام اشتهرت بالصبغة السياسية زي الإرهابي والإرهاب والكباب وهذه الأفلام كانت بتعكس اهتمامات رجل الشارع العادي والمصري كمان لكن بشكل كوميدي كمان عادل إمام كان دايما لفريق عمل كده يحب يشتغل معاه ومنهم طبعا الراحل العبقاري وحيد حامد والمخرج الكبير شريف عرفة إلى جانب زملائه بقى يعني سعيد صالح شاركه أعداد كتيرة لبلبة يسرى شيرين كتير من النجمات والنجوم كانوا دايما مع عادل إمام في أعماله محبة وكمان أداء متميز أحمد راتب طبعا وكتير من الأشمال نتولي كمان موجود هم لأ فريق عمل كان موجود تحس ان هم فرقة فعلا يعني عارفة اللي هو أيام زمان لما كان فيه فرقة مصرحية هم كانوا فرقة موجودين فعلا في كل الأعمال وكانوا مع بعض في المصرح يعني كمان كان في بعض المصرحيات بيكونوا مشتركين أو بيكونوا موجودين فيها يعني والمميز ان فعلا عادل إمام لما كانت لسعال بتكلم في مسألة السياسة هو قدم المادة السياسية ولكن بطبع خفيف يعني هو بتكلم في حاجات سياسية وبتكلم في ايدروجيات وبتكلم في توجهات سياسية ومراحل سياسية مختلفة مرت بها البلد ولكن بشكل بسيط جدا وبشكل كوميدي جدا الناس يعني كلها تقدر انها تتقبلوا ويبقى عليها وعي بيها من خلال فيلم كوميدي بسيط